اناب سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة لحضور نهائي بطولة العيد الوطني للبادل 2021 والتي تقام برعاية كريمة من سموه في نادي البادل نعم وذلك بمشاركة مئة فريق وأكثر من مئتي لاعب ولعبة تنافسوا في سبع فئات مختلفة والتي اختتمت منافستها أمس وأكد اسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد أن الشباب البحريني أثبت تميزه في مختلف المجالات الرياضية عبر ما يمتلكه من قدرات ومهارات عالية وما يوليه من حرص دائم على تطويرها والسقلها بما يحقق النجاحات على المستويات المختلفة منوها سموه بأن ما حققه الشباب الوطن من تميز على كافة الأصعدة يأتي بفضل الرعاية والاهتمام الذي يوليه جلالة الملك المفدى بكافة الرياضيين والمتابعة المستمرة من سموه للعهد رئيسي مجلس الوزراء ونوها سموه بما تسخر به مملكة البحرين منطقات رياضية مميزة في مختلف المجالات والتي يتم الحرص على تهيئة الفرص أمامها من أجل تعزيز إبداعاتها واكتشاف ما تمتلكه من مواهب مشيرا إلى أن ما يوليه رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسبق الخيل من اهتمام لمثل هذه الفعاليات والبطولات الرياضية بما يسهم في تطوير مختلف الرياضات بالمملكة وقد شهد اسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد منافسات المباراة النهائية لفئة اي والتي جمعت الفريق المكون من اللاعبين راشد لعبيدلي ولويس دييغو والفريق المكون من اللاعبين عمر محمد وعبد الله محمد وبعد نهاية المباراة النهائية كرم نائب راعي البطولة الجهات الراعية بالإضافة إلى تكريم الشركة الإعلامية للبطولة وحكام البطولة واللجنة المنظمة ومركز الرفاع الشرقي للأداء العالي كما توجه سموه الفرق الفائزة في البطولة وقد أشهد سموه بفكرة البطولة والتي جاءت بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية كما أشهد سموه بالمنافسات التي اتسمت بالروح الرياضية والحماس الكبير من قبل جميع اللاعبين في مختلف الفئات ومساهمة الجهات الداعمة وجهود اللجنة المنظمة التي أثمرت استقضاب عدد كبير من الفرق واللاعبين والجماهير التي حرصت على حضور فعاليات البطولة على مدار أسبوع كامل ترجمة نانسي قنقر